وقد ضرب زلزال قوي الليلة الماضية المغرب بلغت قوته 7 درجات على مقياس رختر وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية وقتل الزلزال 820 شخصا وأصيب 672 بجروح بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية وعرضت تلفزيون المغربي مشاهد عقب الزلزال حيث بقي الكثيرون في الخارج خوفا من الهزات الارتدادية كما أظهرت لقطات تسلق عمال الطوارئ فوق أكوام الحجارة وبقايا الجدران المنهارة للبحث عن ناجين يذكر أن مركز الزلزال يقع على بعد ثمانين كيلومترا في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش وشعر به سكان المدن المغربية في محيط بلغ أربعمائة كيلومتر